موسيقى سوتين تهدي بلغة التخاطب بطلعة التحديات لها الموسم بقول زميلنا ويسام سعادي بجريدة المستقبل وبيعتبر ان حصول الانتخابات بالشكل السليم مرتبط باعادة الخطاب السياسي فيه لجادة المصلحة وتوقفت عند الوضع السياسي ببداية حديثنا بتوافق انه لازم تدوزن لغة التخاطب بين السياسيين بها المرحلة لازم يكون كل شي رائع لحتى تنعمل انتخابات ديمقراطية لانه بكرة بدو يجي من بره مراقبين اجانب من بره يشوفوا يشوفوا كيف بدت تصير الرشوية كي بدو صير تزعبرة كي بدو صير عملية الاحتساب كله هدي موجودة تحت انا بكرة الثلاثة في اجتماع مهاك رؤساء الثلاثة ثلاثة اجتماع الثلاثة بكرة دماء اجتماع الثلاثة لا مش اكيد مش اكيد انه ثلاثة يوم في حقي بالاخبار انه الرئيس بره يمكن ما لا يرغب انه يحضر قد لا يكون موافق رئيس المجلس حين سألته الاخبار عن امكانية حضور رئيس حكومة غدا قال ما في موالى مؤشر حتى الان على احتمال حضور الحريري فاذا فيه ثلاثة مشاكل كنت انا اعبر لك فيه مشكلتان صاروا ثلاثة لك المشكلة اذا ما حضر رئيس حريري فاذا فيه مشكلة بين الرئيس بره ورئيس الحريري قيمتها بتنحل بعد معنا ثلاثة شهر للانتخابات فيه مشكلة مع الوزير جبران باسيل وفيه مشكلة مع رئيس الجمهورية فيه مشكلة كيف تنحل انا بدي اسأل كيف تنحل ليش المشهد اللي شفناه على الاستقلال دغر هيك مضايا التوافق هيك التناغم هادي مثل الوقت اللي بتنتخبي بتحطي قصبعك بالحبر تاني يوم بيروح ونخلصت الانتخابات بس يخلص الاستقلال هيدا ما فيش تضامن ستما ما فيش تضامن نحنا منشتغل بالقطع كل يوم بيومه ويراد كل يوم بيومه كل ساعة بساعتها انا شو علاقتي اليوم معك هلا الخمسة داي بس فر من هوا بتتغير علاقتي لانه نحنا ما عنا ما عنا حس انه هيدا الوطن هيدا الوطن هو لألنا ومشان هاك قلتلك انه ما في مواطنين بلبنان في سكان لبنان معتبر انت وقت بتسافري علا امريكا بتنزلي بفرنسا ما هيك محطة محطة لبنان محطة لبنان محطة بكون الحق عليه ولا الحق على الناس حق على السكان حق على السكان مش عالمواطنين انا بس تقول اني انا مواطن انا من سكان انا نصر لي هلا ااخد جنسية بقتوا الحين اللي ااخد جنسية تانية مجلس النواب سألي كان في نايب معه جنسي تان وثلاثة سألي سألي كيف الحكي هدا هدا اللي بيرتبط بجنسية تانية وهو عبدو يشرعلي بدو يسأل الجنسية تابعه شو بدي شرعه شو بدي اعمله شو اللي بيرضيكم لانه هو بنا بنهايه بالنسبة لاله البلد التاني احسن من البلد الاول هلا بما انه الانتخابات بعد ثلاثة شهر هل هالشي بيعني انه كل عجلة المشاريع بالبلد والقضايا الاسسية سترحل الى ما بعد هذا التاريخ كل شي رايح لبعد التاريخ بتنعمل انتخابات وبتجي انتخابات الالفين واثنين وعشرين وما ممكن اعملنا شي خديها مني انا شوف كاريكاتور شوف معي كاريكاتور جريدة النهار تحت عنوان مع فتح باب الترشيحات رسم ارماع حمصة مرشح يقوم بفتح باب دكانة الخدمات بصمدوق الاقتراع توافو اكيد انت هلا ياريت بعد الناس تنغش بمرحلة معينة طبعا يا ستنا انت اسألي خدي عيني من الف مواطن من كل المناطق اللبنانية شو بتفضل النائب المشرع ولا النائب الخدمات لانو نسيوا دوره التشريع مش نسيوا من المئة وثمانة وعشرين كان في واحد بشرع كان في واحد بيعرف يشرع يعني سؤال تالي شو بدي انا التشريع التشريع اسمحوا لنا كمان التشريع بده ثقافة وبده شهادة بده ممارسة بس مش ضد المسلا انت معين حتى وابط على من يتقدم بترشيب لانو اليوم ما في معيار يعني الكل يريد أن يترشح اذا الناس انتخبته بتكون بتكون خيار الناس يا ستنا اذا الناس اذا اذا انا لك المصاري بتلعب تعرفينو في تلت الشعب اللبناني بيبقوا ناطرين موسم الاقتصادي كل اربع سنين نحنا منعنا عنهم هالمعثرين اجلنا لهم سننا مقجزين من 2019 من 2009 لها هلا عم بيروحوا فيه مصطبعا طبعا داخلك هاودي اللي مجنسين اللي عبيجوا 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 وهني مش بلبنان يعني شيء فيه 60 بالمية مش تكنين بلبنان وبيجوا بنتخبوا منطقة ما بيعرفوها ما بيعرفوين المنطقة ومن المرشح هدا هلا مش مش جديدة يعني من الالفين والدين هاي الزاهرة عم بيقلك انه هدا بقى ما بدنا يعني بالنهاية يعني لسوق الحظ بكل بلدان العالم النائب هو يشرع ومش معقب معاملات بس عنا لسوق الحظ نعطي رقم سيارة لحتى ينتخبنا من لحق له معاملته لحتى ينتخبني بزوره وقت اللي بيموت امه او بيه او وقت بيتجوز ابنه هدا النايب اللي عنا اذا خمسة ستة او سبعة هاو دي شابوه بقى اللي بشرعوا بمجلس النواب والباقي بدي احكي نقول للسياسة مقالقي مطرح ما بديك يلا منشوف كاريكاتور دايل ستار كمان حول لقاء بكرة بأسر بعضة رسم من دون تعليق سيارة الدولة بلد وليب اول شي رفعت على مكعب الازمات وبدأ التحضير لرفع فوق مكعب الانتخابات كي بدأ تمشي هالسيارة معالي الوزير سيارة الدولة اذا كانت واقفة على هالمكعبين ركستنا اذا بالدوليب وبموتر جديد وموديل الالفان بجوانح وبجوانح مش متفقين سياسيا ربك ما بمشيها المشكلة المسيبة المسيبة ما بتجمع يعني اشرت للموقف الاسرائيلي من البلوك رقم تسعة كتر خير هاول مرة اسرائيل لا المسيبة المسيبة ما رح تجمع المسؤولين اللبنان بلا 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 بتجمعهم موقت مختلفين على اشي كتيري مختلفين على هيك موضوع مصير لبنان ومستقبله الاقتصاد معلق فيه مصير سكان لبنان لبنان باقي هاول عشرة هيدا العقار رقمه عشرة تلاف واربعمية لا لعب يكتر بالنورمانديك ردمنا البحر وهلا بنردمه ببرج حمود وبنردمه بالكوستا برافا رح يزيد المساحة رح تزيد هيدا العقار رح يصير اكبر بقى انا انا خوفي على سكان لبنان مش على العقار بتقول للنهار اليوم انه مصير المرسوم الاقدمية لدباط ال94 لازم يكون هو يعني ينحل لكي تكون هناك بداية للحلول بالملفات الاخرى شو قصة هذا المرسوم وفي حل وفي تاني وفي مشكلة تاني كمان اواش كيف يعني في مشكلة تاني مع الرئيس برربان الوزير بيسيله خلينا نحكي بالتدرج بشكلة مرسوم الاقدميات شو مشكلته الحقيقية لكن مشكلته الحقيقية انا بالنسبة له كان هو شو بسموه يقسم ظهر البعير هو كانت مشكلة اكبر يعني مفيش كاريزمة انا بحس مفيش كاريزمة بين رئيسين مفي مفي يعني والدليل انه انتخابات رئيس الجمهورية شفنا كيف صارت ببعض المهازل اللي صارت بمجلس يعني عدوا الوراء طلعوا اكتر وشوار مرتين ثلاثة تضطر رئيس مجلس النواب يقول لا بيقوم النايب وبيحطه ومنشوفه يعني شوفي لحديت وين صارت القصة وتبين انه رئيس الجمهورية طلع بخمسة وثمانين او بستة وثمانين صوت يعني في نواب ما انتخبوه اوكي هاي عمل ديمقراطي هاي دي جزء من المشكلة هلا لانه بدأ تنرد يعني برئاسة مجلس النواب اكيد انا ان شاء الله ما بتنرد لانه ان شاء الله نوصل لحل ونهائي ونشعر انه في خطر علينا كلنا بس انا بنظري بتنرد بس ما بتأثر بالنتيجة النهائية بس في كتير يعني هلا مثل ما صارت بوقت رئاس الجمهورية في كتير وقت رئيس الجمهورية او رئيس مجلس نواب او رئيس حكومة بيختاروه نعم من المية وثمانية وعشرين بيختاروه مية وعشرين في ثمانية غير اللي من بيختاروه على السوس ونقطة على المنخار على المنخار في شي جزء من المشكلة كون الضباط المعنيين كل هن من طائفة واحدة لا لا اقل لك شاء الله يعني هون في قعد طائفة ها قل لك شاء الله وان هاو دي الظولو يمو كان رئيس الجمهورية كان رئيس حكومة رئيس حكومة دستوري وانونة وضعه كان انونة بوقتها عم كان بوقتها عين هالدورة هدي لمن صارت الحركة التغييرية واجه رئيس جمهورية رئيس الياس دهريوه الله يرحمه كان قائد جيش الجنرال ايميل الحود رئيس جمهورية حطوهم ببيتهم سنتان طيب و احلمناك انه كان رئيس ما عشيتهم هو وعد ببيته طيب اذا هاو دي مش انونيين تركوهم خلاص باش تردون واذا انونيين ليش يشلتون وحطيتون ببيتهم رجعوا ردوهم يعني عملوا خمس سنين بدل ما يعملوا بدل ما يعملوا ثلاث سنين طبعا طالبوا طالبوا بوقتها وقت اللي كان بعده نيب الجنرال اون وقدم مشروع انون لانه بوقتها ما عنده غيرها الصلاحية كمشروع انون رفض هذا المشروع الانون هلا بوقتها رفض تحت شعار انه في العدد الاكبر من المسيحيين اليوم عمل رئيس جمهورية عمل هالاقتراح مش هو هدا الارار هدا الارار لمين الارار للمجلس العسكري المجلس العسكري بالانون هاك بنص هاك بيقول ما يقرره المجلس العسكري ويوقعه وزير الدفاع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صاروا تبدي اسألك سؤال تلقائيا طبعا لا نفتد انه في مخالفة طيب مددنا للجنرال قائد الجيش جنرال اهواجي يلي منعزه ممديله تحية مددنا له ثلاث مرات كانت مديد انوني ما هو قال الرئيس بره مش اذا صار خطأ بمحل معين بيتعمم لا يا ستنا ما عم بيحكي عن العماد اهواج عم بيحكي عن مرسيم تشبه هذا المرسوم بمرات سيبة يا ستنا بدي اقولك شاعة بدي اقولك شاعة بقلك شو الفرق بين مرسوم الاقدامية ومرسوم الترقية بس اقال معالي الوزير قصة التوقيع الوزير الشيعي كمان هي مشكلة؟ اي طبعا يعني يراد تكريس هذا التوقيع بموازية التوقيعين السني والمروني يعني وقت بدي تقولي لي يراد توقيع تكريس التوقيع يعني انا بتكرسي بالاضافة كمان انو لازم يكون وزير مالية شيعي على طول ولازم يكون وزير وزير الدفاع مزيحي على طول او وزير الدخلية سني على طول ما بيصير هيك هدا مش بلد شاعة بنا نشوف نجيب ها الدستور الربناني وانت بدي اكتعد للدستور واذا كين هالكلام نحكى بالطائف يا دولة الرئيس حسين الحسيني يا حبيب القلب نحنا منحبك والله العظيم فرجينا هالمحاضر اللي عملت بالطائف وشو اللي تطبق من الطائف وشو اللي ما تطبق مرشح الرئيس حسين الحسيني على رأس لائحة وقالله يطول بعمره لانه رمز بكل حقيقة بس فرجينا لانه عم نختلف على اشياء مضبوبة بهالمحاضر في كمان استاذ ادمان رزق كان حاضر في محاضر ستنا موجودة نقراهن ما بقى صدق حدا انا خلينا ناخد بريك بعد مباشرة اجتمع المجلس الاعلى للدفاع بخصوص النفط وادمى منلاحق ببقية المواضيع